بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون تدريب عملي على استخدام أداة البنتول في إعادة رسم الأشكال لكي نتعلم على استخدام الأداة في إعادة الرسم لابد أن أبدأ بالأشكال الأساسية أحاول أتقن استخدام أداة في إعادة رسم هذه الأشكال ومن ثم أتطور شوية وأتحاول أن أرسم أشكال أكثر تعقيداً من الأشكال الأساسية وبعد هيك أنتقل أشوف سامبلز وأحاول أني أرسمها بعد ما أتقن استخدام الأداة بشكل جيد أنتقل للمرحلة اللي بعدها أنه بإمكاني أن أرسم سكتش بإيدي بعمل سكان لهذا السكتش وبعمل إدراج للصورة على برنامج الفوتوشوب وبعد هيك أنتقل أداة البنتول في رسم هذا الشكل خلينا نبدأ بالأشكال الأساسية نختار منهم شكل واحد البداية لابد أن نعمل زوم كونترول زائد مصطرة بحاول أسحب الشكل خلينا مثلاً نأخذ شكل القلب نختار أداة البنتول نبدأ من نقطة هان مثلاً نضغط داتا باجي في المنطقة ممكن نختار نقطة هان نسحب هيك بإمكاني ألغي مثلاً الهندل هذا نضغط Alt نلغي الهندل هذا نرسم في المنطقة هاي بوينت أحاول أحرك أضبط الهندل بإمكاني أحرك مثلاً بوينت هاي كونترول نسحب العبرة شوية نحرك هان نكمل رسم في المنطقة هاي بإمكاني نيجي في المنطقة هاي ممكن نحط البوينت نحاول نزبطها نيجي في المنطقة هاي نحط البوينت هان في المنطقة هاي بلاحظ إنها بجوية شغل نيجي في المنطقة هاي بالهندل وبالAlt وبإمكاني أقلل شفافية الشكل هذا اللي بستة عساس توضح مع الأمر نحاول نزبط الشكل أكتر والشكل هذا نكمل الشكل نيجي في النقطة النهاية نغلق الشكل نحاول نزبطه نحاول في المنطقة هاي بنحرك لهندل هذا بنصغر شوية اللازلة تحت في المنطقة هاي نزبط أكتر بإمكاني بنعمله بإمكاني نعمله أي شيء آخر هلقيت بنزيد الشفافية تاعته وباقد انتهى رسم الشكل هذا خلينا ناخد الشكل تاني برضو نكبر الشكل كنترول زائد نحاول في المنطقة هاي مثلا الشكل هذا ناخده نحاول نبدأ باللغطة مثلا هاي بوين بالشكل هذا نيجي في المنطقة هاي نحط البوينت هنا لقيت الشكل مش مزبوط معي بنعمل باك سبيس بعمل تراجع خطوة كنترول بقف على البوينت هاي بلغي الهندل هذا نحاول نزبط الشكل هيك بالشكل هذا بإمكاننا نقلل الأوبسيد شوية نيجي للهندل هذا كنترول بنحرك بإمكاني أضغط Alt وحرك كل هندل لواحده بالشكل هذا نحرك الشكل هنا نقف هنا نكمل نضغط بالشكل هذا نكمل في المنطقة هاي بالشكل هذا نضغط Alt ونحرك الهندل هذا لوحده Alt نحرك الهندل هذا لوحده بنقدر Alt ونحرك هذا الهندل لوحده نكمل هاندل هذا ممكن ألغيه Alt نكمل في المنطقة هاي بالشكل هذا نكمل في المنطقة هاي نحط نكمل في المنطقة هاي بنقدر نحط المنطقة هاي بنحاول نزبط المنطقة هاي نحرك بالهندل هلقيت المنطقة هاي بنقدر نضغط Alt بنحرك الهندل هذا لوحده بنرجع لنقطة هاي Alt لغينا الهندل هذا نضغط في المنطقة هاي بنحاول نزبط المنطقة هاي Alt نضغط في المنطقة هاي نضغط بالهندل هذا نتحكم بالهندل نحدد النقطة هاي الهندل هذا بتتحكم فيه لوحده Alt Alt نضغط في المنطقة هاي نيجي للنقطة الأخيرة ونغلق الشكل وببدأ اتحكم بالشكل هذا نزيد وبهيك انا بكون انتهيت من رسم الشكل هذا بعد ما اتعلم على رسم البيزيك شيبس الأشكال السية كيف اتقادها بنتقل للمرحلة البعديها اللي هي complicated shapes بحاول اطبق مرة ومرتين وثلاثة عساس اتقن استخدام الأداة بعد هيك بنتقل للسامبل خلينا نشوف فاكت كيف ممكن نرسم السامبل بالشكل هذا لرسم Angry Beard أو أي سامبل آخر نبدأ من الجزء الخلفي الرأس مثلا ومن ثم ننتقل الأجزاء الأمامية الجزء مثلا عنين بعد هيك الثوم الحواجب عمية الرسم تبدأ من الخلف إلى الأمام نكبر الشكل في البداية لازم كل ما بكبر الشكل بكون عندي أفضل وببدأ من نقطة في المنطقة زي هاي نقطة هان نضغط ضغطها بزر الفعل الأيصر وممكن نضغط نقطة هان ونحرك بالشكل هذا وممكن نختار لون التعبئة نحكي له الفل نحكي له color baker اللون هذا بحكي له اوكي يكون لون التعبئة عندي وخلينا عساسا نشوف الشكل يكون شفيته أقل أنا هلجت نضغط ونقف المنطقة هاي نيجي للمنطقة هاي نكمل في المنطقة هاي نحط نحاول نتحرك في كل نقطة لحال في المنطقة هاي نضبط الشكل هذا لوحده منطقة هاي الشكل هذا تحرك شوية صغيرة نقف المنطقة هاي نقف المنطقة هاي نحاول نحرك الشكل نزبطه بالشكل هذا نجعل الانكور هادي في الاندل هادي نحركه بس اقل الاندل هاي بس نقف المنطقة هاي نرسم في المنطقة هاي انكور بالشكل هذا حاول أصبط نعمل الاندل هاي هتحكم أكتر نختار الانكور هاي نحركها شوية لفوق لوحدها بالشكل هذا نضغط النقطة هاي نكمل نيجي في المنطقة هاي نضغط point نحاول نتحكم في الشكل هذا اكتر 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 نضغط هاي control وبإمكاننا نحرك مكانها نضغط هاي art نكمل نضغط point هاي نحط نحرك بالشكل هذا نحاول نضبط مكان البوينت هاي control نغلق الشكل ونحاول نضبط الشكل تاعنا بهيك بكون انا انتهيت الشكل الخارجي هلقيت بإمكاننا نعمل استروق الو نختار استروق لون اسود ونحاول نكبر حجمه شوية بالشكل هذا بلاحظ صار عني خلل الاستروك دخل لجوة وعندي انا برا انا ما بدي اياه انا بدي روح على بروح على مور اوبشنز بحكي له انا بدي اياه اوتسايد بلاحظ التغير وممكن نحكي له نحكي له اوكي بنلاحظ انه الشكل تم رسمه هلقيت المفترض هنتقل للجزء الاخر بنخفي الشكل اللي انا عملته شكل الوجه بنعمل لاير جديدة هلقيت بدي ابدأ ارسم المنطقة هاي قبل ما ارسم خلينا نختار الفل باداة الايدروبر في المنطقة اللون هادا نحكي له اوكي ونبدأ نستخدم اداة البنتول نختار منطقة زي هاي في المنطقة هاي حطينا انكر المنطقة هاي بقدر احوط انكر نحرك بالشكل البنية نعمل الشكل الشفاف عساسي يضار معنا الشكل الرسم عم يترسم هلقيت alt بنتحكم بالمكان هذا الى واحده وبامكان ها control نحرك مكان الانكر هاي الى واحدة alt بنحرك مكان المنطقة هاي control بحرك البوينت هاي نقف على البوينت هاي ان نستكمل رسم بمكاني نحوط انكر في المنطقة هاي بلاحظ انه الامور مش مزبوطة عندي بمكاني بقى alt بحرك المنطقة هاي alt بحرك المنطقة هاي بزغر الهندل وبحاول ازبط اكتر فاكتر نكمل في المنطقة هاي نقدر نحوط انكر في المنطقة هاي نستكمل عملية الرسم بشكل هذا نحاول نتحكم اكتر نحاول نتحكم اكتر alt الشكل هذا كل ما دقاقت اكتر يعطيني شكل افضل خلينا نزود الوبستي وبهيك المنطقة هاي انتهى رسمها نخفيها الآن خلينا نكمل الجزء الثالث هو العينين العيني بامكاني ارسمه بادات الالبس تول نرسم دائرة على اساس ارسم دائرة بضغط شف بامكاني نعطيها دائرة اللون الفل بديها نفس اللون نحكي بديها نفس اللون الابيض نختار الايدروبر باللون هذا نحكي له اوكي الستروك بدنا نكبره شوية الشكل هذا وممكن نعطي للشكل شفية على اساس يظهر معايا اكتر الشكل هذا نحاول نحرك مكان العين في المنطقة هاي ونخلل الستروك اوتسايد نستروك اوتسايد اوكي بدنا نعمل نسخة تانية من العين ها قيت ممكن نعمل دبلكات للاير كليك يمين دبلكات للاير في المنطقة هاي او حكي له اوكي هنيجي بالزر الالت ونحرك في المنطقة هاي هلقيت العين هاي بدي حاول انه اكبرها شوية نحاول نكبر العين شوية نضغط شفت بالشكل هذا نزبط مكانها ننزل شوية تحت لتحت بالشكل هذا نخفي هاي العين الان بدي نرسم الجزء الاسود هذا بالعين نعمل بالاداة الاليبستول نرسم بالشكل هذا نحاول نلغي السروك نحكي له في المنطقة هاي ما بالستروك نعطيها اللون الاسود الفل نختار اللون اسود نحكي له بدي الجزء هذا نحكي له اوكي الان بنعمل بلا كتلا لير اوكي ناخد النسخة الثانية في المنطقة هاي نحكي له انتر كنترول زيرو اخر مرحلة هو انه انا بدي ارسم الفوم هادا بعد ذات البين تول نختار نضغط بالانكل بوينت هان هان نزبط بالشكل هذا الاسود كده نحاول الالغيه هجيت الهاندل هادا مابدية بنضغط alt نكمل رسم بالشكل هذا نحط بوينت هان نحط بوينت هان الهاندل هادا ممكن يتحكم فيه alt بالشكل هذا alt ممكن نعمل شففية اكتر للشكل على اساس يزبط معنا هل نعمل شففية نضغط alt منطقة هاي انا alt نحرك المنطقة هاي هل جيت كمان بامكان قبل ما انهي الشكل بدي اخد لون الفل نختار المنطقة هاي نحكيه لوقيه نكمل رسم control في المنطقة هاي نضغط point هان الهاندل هادا ألغيه alt ناخد anchor هان نرسم نرسم نلغي الهاندل هادا alt نرسم هانا anchor ونسكر الهاندل نرسم الهاندل نقف هانا control نلغي الهاندل هادا alt نرسم هانا anchor ونسكر الهاندل في الشكل هادا ها جيت بامكاننا برضو نعمل stroke اسود للشكل نحاول نعطيه حجم شوية كبير بس المرة هاي نحكيه له بدية أنا بدية alignment inside ونحاول نقلل نقلل شوية شوية نقلل شوية امان شوية صغيرة شوية صغيرة نقلل بالشكل هذا ممكن نزود شوية صغيرة وبإمكاننا نخلي stroke لون اسود اللون اسود اوكي نزيد الشفافية نشوف كيف شكل دي سار نلغي الشكل هادا نظهر بيضال اخر شوية معنا في الشكل هادا اللي هو الحواجب عن طريق اداة البنتول نضغط point anchor 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 ويمكن اخذهم الاتنين مع بعض خليه شفاف على اساس اقدر اظهر الشكل اللي انا ويقع برسم فيه نغلق الشكل ها هل جيت نحاول نزبط المنطقة هاي نضغط control ونحرك المنطقة هاي نضغط ضغطه برا انا بدي الانكر هذا لوحده control حرك الانكر هذا لوحده وبنقدر نعطيه اللون الفل اللون الاسود نحكي له اوكيه نخفي الشكل ونظهر كل الاجزاء اللي انا رسمتها نضغط الحاجب خلينا نعطيه اوستي نزود الاوستي تاعة ترى جهازة مكانه انتر وبيك بكون احنا رسمنا الانجري بيرد وبمزيد من التمرن والتمرس بنرسم الشكل اكثر دق يعطيكم العافية واتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء شكرا